ضع الفحم على الزيت اليوم رح علمك على طريقة وصدقين كتير رح تفرحي فيها واعتمديها دايما بقلب مطبخك بداية متجيب الفحم و تدقيون بهيدا الطريقة حتى يصيروا مثل البودرة او اخشن بشوي من بعد ما ندقن بهيدا الشكل نحنا شو رح نعمل مباشرة انا بكون هون مهيري ماي سخني على جناب وحطهم بقلب الصخاني بهيدا الطريقة مباشرة رح جيب زيت قلي طبعا انا بكون هون مستخدميته و رح حطهم مباشرة فوق الماي بالاضافة الى الفحم هلا رح تقولون انه زيت وماي معقول يسرهم شي ابدا ما رح يسر شي متل ما شايفين انا حطيتهم على النار اول ما بتحسوا انه سخنوا شو بتعملوا بتجيبوا حمض الليمون بتحطي حمض الليمون على الفحمات بالاضافة الى شوية صغيرة من الخل وبتخلطوهن كتير منيح بقلب بعض بهيدا الطريقة وبتجيبي هون عندك السخانات عندك لستة اللي سمدبغين عليهم الزيت عليهم الدهون بهايدا الطريقة قدام عيونكن ما رح شيل الفيديو شوفوا ما النتيجة لانه هون هون هلا الفحمات كتير صخنين منتركن ما يقارب الديقة او الديقتان ومنجيب السفت المواعين ومنفركن بهيدا الشكل نتيجة بسوين يعني انا في اول فركة تاني فركة اتلمعت معاي بهيدا الطريقة اذا مش مصدقوهن هلا اجار بيها واذا حبيتيها بعطيها لغيرك تحتى يستفيد وما تنسيني اللايك والشير والكومنت تحتى شوف ارائكم شو رائكم حبيتوها فكرة رائعة من الشبع والفزلين دايما نعتمديها وصدقين كتير رح ترتاحي بقلب مطبخك او باي غرفة متواجدة عندك بداية بتجيب الشمعة بتبرشيها بهيدا الشكل وبتجيب مالعة من الفزلين بتخلطيهن كتير منيح بقلبه حتى يصيروا متل العجينة كيف نحنا رح نستخدمها اذا انت عندك اسقاب بقلب البيت بفوت منه النامل او بفوت منهن صراسير بتحطيهن بهيدا الطريقة وهون مستحيل تفوت ولا صرصور ولا نمل من ورق الفزلين والشمع اعتمديها وكتير حلوة شو رائيك حبيتيها وبعطيها لغيرك تحتى يستفيد عندك الحنفية للأسف هيك بتزرب او انت زعد وما بقى تبرم معاكل حديدة رح علمك على طريقة صدقيني مجرى بمية بالمية وانا اعتمدت وانت اعتمديها شايف الحنفية هيدا الخيط الابيض المتواجد فيها بتشيليها وبتجيب خيط صوف بتليفيها على الحنفية وبتكبسيها على الحنفية ورح تدور الماير متل ما رح تشوف فيها لأ مستحيل ينزل ولا نقطة ماي ورح ترجع جديدة من اول وجديد شايفين كيف هون نحنا كبسناها من دون ما نحنا نحتاج لسنجاري وحتى ما منحتاج رجالنا فينا نحنا نعمل استطاعت كل شي بيدنا بدك الطفل فحم رح علمك على طريقة بتعقد انا دايما باعتمدها وكل اهلي باعتمدوها طبعا متل ما بتعفوها لأ جاي العيد ومنا نستخدم كتير الفحم بطريقة كتير حلوة بتجيبي اول كيس بتعبي ماء متلين وبتجيبي كيس تاني وبتحطيه بقلبهم بقلب بعض وبتحطيهم مباشرة على الفحمات ما بتقيميهم وبتحطيهم مباشرة بتحطيهم على الفحمات هون رح ينطفوا معاك بكل سهولة وصدقيني رح يضلوا الفحمات متل ما هن اعتمدية وطريقة كتير حلوة بفحمة واحدة رح تتغير حياتك الزوجين نهائيا اعتمدية وصدقيني ما رح تندمي ورح تدعيه لي كتير بداية بتجيبي الفحمة بتدقيها بهيدا الشكل تحتى تصير معاك مثل البودرة مثل الملح تماما بتدقيها كتير منيح بهيدا الشكل وبتجيبي كاسي او صحن وبتحطيهم بقلبها وبتجيبي معاك دول السنان بتخلطيهم كتير منيح بقلب بعض انت عندك سنانك صفر كتير عندك ريحة تام منا حلوة بتفرك سنانك صبح ودهر وبالليل صدقوني رح يطلعوا سنانك ونبيض غير شكل وبنفس الوقت رح تروح ريحة التام كتير حلوة واعتمديها وبعطيها لغيرك رح حلك على طريقة كتير حلوة تولع الفحم من دون اي شي من دون نار من دون ما تحط الفحم على النار ولا اي شي بطريقة رائعة بابرة البنج بداية من جيب صونية بهيدا الشكل طبعا تكون صونية حديد او استلس بهيدا الطريقة من جيب الالمينيوم ونحط الفحم طبعا منحط الفحم الصغار بهيدا الطريقة فينا نكتر وفينا نقلل بهيدا الشكل قالنا هوني عم كسر الفحمين بهيدا الطريقة هلا هوني انا شو عندي انا عندي هون زيت الالة زيت المستعمل رح نجيب زيت الالة ونغطهم بالمحارم بهيدا الشكل ونحطهم بقلب الفحمات بهيدا الطريقة انا رح جيب محرمي تاني واعملها وحطهم بهيدا الشكل ورح نجيب القديحة ونولعهم ورح نسكر عليهم من فوق بهيدا الطريقة صدقوني اذا انتو رايحين عناهر باحر رايحين رحل بعيدة فيكن تستخدموا هيدا الشغلة بهيدا الطريقة رح يولعو كيف نحنا هون رح نستخدم ابرة البنج رح نجيب بقلبة زيت وزا حصينا انه بعد بدا منتص بابرة البنج ورح يولعو بهيدا الطريقة طريقة كتير حلوة واعتمديها وبعطيها لغيرك تحتى يستفيد لانه فيديو كتير مهم وفيديو بعيد اذا حبيتيها لايك وشير وكومنت تحتى يسالكم مني كل شي جديد طريقة كتير حلوة للبيد اذا انت بحل مثلا بديك تسلق البغياد وما بديك يتكسر هو عم يغلي بديها لهيدا الشغلة بتجيبي ماي بتحط البيد بقلب الماء بهيدا الطريقة بتدي في ملعة ملح بالاضافة الى ملعة من الخل بهيدا الشكل اذا بحل ما عندك خل فيك تحطي اشر الحامد بهيدا الشكل اعتمديها ومستحيل يتكسروا فكرة كتير حلوة بغطاء الانيني طبعوة الابريل فينا نحنا نستخدمها لأمور كتير فينا نحنا نجيب مثلا حديدة او عصاية ونلزق كذا وحدة بهيدا الطريقة ومنعلق عليها أمور كتير فينا نعلق المنشفة فينا نعلق المعالق فينا نعلق اي شي فيها اعتمديها وحلوة ضع الكورنفل على الاصدير يوم را علمك على طريقة كتير حلوة بتجيبي الاصدير بتقصميهم على كذا وحدة وتحط المصمار او الكورنفل بقلبه بهيدا الشكل هلا هون نحنا كيف راح نستخدمها اذا بتخافي انت يسوس عندك الرزاد بتحطيهم بقلبه بهيدا الطريقة ومستحيل لا يسوس معاك ولا يخرب معاك اعتمديها ورح تدعيي لي كتير بتخافي على التحين يسوس معاك راح علمك على طريقة كتير حلوة وما عليك الا تجيبي ورق اللورة او ورق الغار بتحطيهم بقلبه بهيدا الطريقة فيك تحط ثلاثة اربعة خمسة وصدقيني مستحيل يسوس معاك اذا لتحين بيضاين معاك ثلاثة اشر حيضاين ستة اشر من ورا هيدا الطريقة واعتمديها حيلة رائعة بالكباية والاصدير دايما نعتمديها بداية من جيب الاصدير ورح نحط الكباية عليها بهيدا الشكل قابل طبعا نحنا منطويها بهيدا الطريقة ورح ناخد حجم الكباية بهيدا الشكل شايفين كيف طريقة كتير سهلة وطريقة كتير حلوة بهيدا الطريقة هلأ هون انا رح ابرم الاصدير لبرة بهيدا الشكل هون احنا منحط الخليط الكاك ومنحطه بقلب الفورن هون ساعتا بيطلع عنا كوب كاك بعقد لحلمك على طريقة كتير حلوة بالتوم والمبشرة طبعا لازم يكون نضيف من تحت بهيدا الطريقة شو رح نعمل مطرح الافقاب اللي صغيرة رح نجيب التوم ورح نبرشها بهيدا الشكل هون احنا نحن نفصل التوم عن القشر بس طبعا لازم لبمبشرة تضلا سابته بهيدا الطريقة ورح فرجيكم انو التوم صار لحال والقشر صار لحال اعتمدي هيدا الطريقة وحتوفر عليك مجهود كتير كبير هون التومات وهون القشر حبيتوها بعطوها لغيركم حتى يستفيد وما تنسوني من الشار طول عمرنا مندخل الشالموني بقلب البونجيسة غلط اليوم رح نلمكن على الطريقة الصحيحة عادة ان احنا كيف مندخلها بهيدا الشكل هيدا الطريقة كتير غلط الطريقة الصحيحة مندخلها مندخلها بهيدا الشكل شايفين كيف هيدا الشكل ومنشربها بكل سهولي امرار لانه كتير امرار بيبقى شوية بونجيسة فمنحتار كيف بدون يطلعوا بالشالموني هيدا هي الطريقة الصحيحة عتمديها فكرة رائعة بالفليل وعترميها بعد ما تجيب غراض فيها امرار بيجي فيها مرتدلة امرار بيجي فيها اسكالوب فيك انت تجع تجليها بس فينا نستخدم الأمور كتير منجيب مثلا فرد الشامع ومنلزق مباشرة على الحيطان بهذا الشكل كيف يمكننا استخدامها فينا مثلا اذا احنا عندنا هؤلاء الزروف الباكينج باودر عندنا الفانيليا عندنا هؤلاء القصص يمكننا نضعهم بقلبه يمكننا كمان نستخدم فيهم نضع الأدديح أحلى ما ما يضيعه تم دي هذه الطريقة وكتير حلوة شايفين كيف نضعها بهذا الشكل ونضع أي شيء فكرة مش رح تستغني عنا ابدا بالصابون بداية نحن قد نجيب صابون بتبقى هيدا العلبة شو منعمل فيها بطريقة كتير حلوة منجيب المقاص ومنقصها بهذا الشكل هون نحنا كيف رح نستخدمها رح نجيب هيدا القطع اللي نحنا قطعناها هي بتجيك من جوة مثل الكرتون منحطها بقلب التياب أو بقلب البروتاليت تعطينا ريحة بالتعقد هتم ديها لهيدا الطريقة وبتجنن ضعي خلت الأسنان بعيون البوتوكاز اليوم رح علمك ع طريقة كتير حلو أمرار نحنا عيون البوتوكاز للأسف فس ندور تحتهم بيعطينا نار كتير خفيفة بطريقة كتير حلو منجيب بعدين الاسنان أو منجيب الإبرة منصور ندخلهم بهيدا الشكل بعيون الغاز لأنه بكونوا قاتم سكرين بالزيت أو أمرار بكون في أكل فهيك نحنا بنفتحهم بكل سهولة ورح يرجع يعطينا نار غير شكل اعتمديها بقلب غازك ترجمة نانسي قنقر